اشتركوا في القناة عطلة عيد الأضحى المبارك للدوائر الرسمية ابتداء من يوم الأحد 16 حزيران الجاري ولغاية الخميس 20 حزيران على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 23 حزيران أعاده الباري جل وعلا على العراقي وشعبنا بالخير والبركات الموافقة على قانون الطيران المدني الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام الدستور مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموافقة على إصدار نظام التعديل الأول لنظام صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرا رقم 5 لسنة 2023 استنادا إلى أحكام الدستور وتسهيل لتنفيذ أحكام المادة 55 من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و24 و25 رقم 13 لسنة 2023 مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموافقة على استثناء شركة أميا طاور من قرار مجلس الوزراء المرقم 245 لسنة 2019 المعدل بالقرار رقم 23374 لسنة 2023 وتخويل وزارة الكهرباء توجيه دعوة العرض الوحيد للشركة المذكورة آنفا بغية تقديم عرضها الفني والتجاري الخاص بإنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 500 ميجاواط مع خيار إضافة البطاريات ليتسنى لوزارة الكهرباء السيرة بالإجراءات بما يتلاءم مع قانون الاستثمار قرار أولاً تخويل السيد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية وكالةً صلاحية التوقيع على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد استناداً إلى أحكام الدستور ثانياً إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة بإسم حكومة جمهورية العراق للسيد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية وكالةً وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء الموافقة على استثناء شركة مصاف الشمال من قرار مجلس الوزراء المرقم 23672 لسنة 2023 ليتسنى لها إدخال المواد الموجودة في مطار بغداد الدولي للحاجة الماسة لها في تشغيل مصف الشمال على أن تتعحد الشركة المذكورة آنفاً بتزويد الهيئة العامة للقمارق بالوثائق الأصل حال وصولها من الشركة المجهزة للمواد وفي مبادرة لدعم النشاط الثقافي والفني قرر مجلس الوزراء تولي وزارة المالية تخصيص مبلغ خمس مليارات مئة وسبعين مليون دينار إلى وزارة الثقافة لمبادرة دعم السينما والدراما والمسرح والفن التشكيلي والأدب والكتاب والطفولة الموافقة على تخصيص وزارة المالية مبلغ خمسة مليارات دينار إلى وزارة الثقافة دائرة السينما والمسرح لاستكمال إعمار ما تبقى من الطوابق في مبنى مسرح الرشيد وإعادة العمل في المبنى ورفع مادة السندويج بانو عملا بتوصيات وزارة الداخلية مديرية الدفاع المدني من احتياط الطوارئ استنادا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 وفي إطار دعم الحكومة للقطاع الصناعي الخاص وافق مجلس الوزراء على حزمة من الإجراءات التي تسهل عمل القطاع الصناعي الخاص أبرزها أولا تمليك الأراضي للمشاريع الصناعية حيث تتولى وزارة المالية دائرة عقارات الدولة بيع الأراضي المشيد عليها مشاريع صناعية لصاحب المشروع الحاصل على إجازة إكمال التأسيس بموجب قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998 وقت صدور هذا القرار استثناء من المزايدة العلنية وفقا لشروط صادق عليها مجلس الوزراء من بينها أن تكون المشاريع الصناعية المشمولة بهذا القرار حاصلة على إجازة إكمال التأسيس من المديرية العامة للتنمية الصناعية قبل صدور هذا القرار وأن يكون قد مضى على منح المشروع الصناعي إجازة إكمال التأسيس ثلاث سنوات كحد أدنى وخارج التصميم الأساسي للمدن ثانياً كما تقرر إلزام مزارة النفط بعدم قطع الحصة الشهرية من الوقود لكافة المشاريع الصناعية وتجهيز كافة المشاريع الصناعية بحصصهم الفعلية من المشتقات النفطية المثبتة بموجب كشف تقدير الحاجة المعد من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية ثالثاً تجهيز المشاريع الصناعية بمادة زيت الغاز وبالسعر المعتمد في محطات الوقود أربعمائة دينار للتر الواحد وليس بالسعر التجاري بموجب تقدير الحاجة الذي تعده لجنة مشتركة من وزارة النفط والمديرية العامة للتنمية الصناعية لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية لكل مشروع رابعاً تكون الرسوم القمرقية المفروضة على المواد الأولية الداخلة في الصناعات المحلية كافة 0.05% وتتولى الهيئة العامة للقمارق تنفيذ ذلك وتكون الرسوم القمرقية للخطوط الإنتاجية ومستلزمات الإنتاج 0.05% للمشاريع الصناعية تحت التأسيس أو التوسع في المشاريع الصناعية مكتملة التأسيس بموجب تأييد يصدر عن الجهات المانحة لإجازة المشروع الصناعي يرسل إلى الهيئة العامة للقمارق خامساً تتحمل المديرية العامة للتنمية الصناعية والهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات واتحاد الصناعات العراقي صحة وسلامة الإجراءات والمعلومات المقدمة إلى الهيئة العامة للقمارق سادساً إلزام المصارف الحكومية كافة بإقراض المشاريع الصناعية لغرض شراء المواد الأولية أو الخطوط الإنتاجية أو مستلزمات الإنتاج أو إنشاء مشيدات جديدة أو إضافية للمشاريع الحاصلة على إجازة تحت التأسيس أو مكتملة التأسيس بضمان موجودات المشروع نفسه مشيدات أو خطوط إنتاجية أو مستلزمات الإنتاج على أن تشكل لجنة مشتركة من المديرية العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات العراقي مع إمكانية الاستعانة بالخبراء المعتمدين من قبل المحاكم العراقية لتتولى مهمة تقديم الضمانات المقدمة آنفة الذكر سابعاً تتولى وزارة العدل دائرة التسجيل العقاري إفراز وقسمة الأراضي الزراعية المشيد عليها المشروعات الصناعية القائمة والحاصلة على إجازة تأسيس من المديرية العامة للتنمية الصناعية أو هيئة الاستثمار بسندات عقارية منفصلة بغض النظر عن مساحتها ثامناً إلزام وزارتي المالية والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وجهات مالكة الأرض باستيفاء بدلات الإيجار للمشروعات الصناعية كافة المقامة قبل نفاذ قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم عشرين لسنة ألف وتسعمية وثمانية وتسعين وبعده تاسعاً تتولى المديرية العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق بينها ودائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإنشاء نافذة ألكترونية موحدة خلال مدة شهرين عمل كحد أقصى من تأريخ القرار من أجل إكمال إجراءات تأسيس المشروعات الصناعية واختصار مدة منح إجازة إكمال التأسيس خلال 15 يوم عمل حد أقصى للمشاريع المستوفية للمتطلبات كافة عاشراً إلزام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بالتنسيق مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بمتابعة المعامل كافة غير المرقصة رسمياً واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها وأصحاب المحال من الذين يتداولون منتجات تلك المعامل ومصادرة المواد المنتجة إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة المرقم 24 ألف وأربعين لسنة 2024 بحسب الصلاحيات المالية أولاً شراء الطاقة من المحطة الاستثمارية لشركة الهلال الفضي سعة 250 ميجا واط ومن الدورة البسيطة بطريقة الأخذ والدفع وبتعرفة شراء الطاقة أليف تعرفة شراء الطاقة على الغاز 24.94 ميجا واط ساعة با تعرفة شراء الطاقة على الوقود الثقيل 32.37 ميجا واط ساعة جيم تعرفة شراء الطاقة من الدورة المركبة 36.81 ميجا واط ساعة على أن تكون مدة العقد 20 سنة ثانياً اصدار وزارة المالية ضمانة دفع مقابل مستحقات شراء الطاقة من وزارة الكهرباء طوال مدة عقد شراء الطاقة البالغ 20 سنة من اللجنة المختصة اقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المرقم 24.150 لسنة 2024 بحسب الآتي أولاً يكون سعر زيت الوقود بنفس سعر تجهيزه لمعامل الإسفلت المؤكسد البالغ 35% من سعر النشرة العالمية في دبي على أن لا يتجاوز سعر الطن الواحد 250 ألف دينار ثانياً يكون سعر منتوج النفط الأبيض 50% من سعر النشرة العالمية ثالثاً يكون سعر الغاز السائل بسعر 415 ألف دينار للطن الواحد تجهز من معمل غاز الحلفاية ويتحمل المشتري كلف النقل رابعاً تكون الأسعار المبينة في الفقرات أعلاه لأغراض بيع منتجات المدينة الصناعية للاستهلاك المحلي مع إعطاء الأولوية لسد احتياج وزارة النفط من المنتجات الصناعية والبتروكيميائية واستناداً إلى نحج الحكومة في المضي باستكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة أقر مجلس الوزراء الآتي الموافقة على زيادة كلفة مشروع تأهيل محطات التوليد الغازية في المنطقة الوسطى الموافقة على زيادة كلفة العقد بي أو سي ألف وخمسمية وأربعين المبرم مع شركة كي بي آر بشأن إنتاج وتطوير حق المجنون شركة نفط البصرة بنسبة 27% تضاف على الكلفة الكلية البالغة 128 مليون و206 و712 دولار بحسب الصلاحيات المبينة في قرار مجلس الوزراء 23.713 لسنة 2023 الموافقة على استحداث مكوني المدينة الثقافية والساحات الرئيسية والمنصة في مدينة أور السياحية والبنايات الخدمية والشوارع الرئيسية والحدائق في مدينة أور السياحية محافظة الذقار ضمن مكونات مشروع مدينة أور الأثرية المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لصندوق إعمار محافظة الذقار لعام 2024 وزيادة الكلفة الكلية للمشروع وتتولى وزارة التخطيط مناقلة المبلغ المطلوب من أحد أبواب الموازنة الاستثمارية لصالح صندوق إعمار ذقار الموافقة على ما يأتي أولاً حذف المشروعين مجار الحيدرية ومجار المقدادية المدرجين ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المديرية العامة للمجاري وإعادة إدراجهما بالكلفة الجديدة بموجب متطلبات الإدراج المقدمة إلى وزارة التخطيط ثانياً شمول جميع مشاريع البنى التحتية التي لم تتم مفاتحة وزارة التخطيط من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وتزويد وزارة التخطيط بمتطلبات الإدراج التي قد تتطلب زيادة الكلفة الكلية لها بأحد المقترحات والتي تتم الموافقة عليها من مجلس الوزراء ثالثاً تتحمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة صحة الكلف والأسعار والمعلومات ودقتها المقدمة إلى وزارة التخطيط شكراً